اشتركوا في القناة بالإضافة إلى أول كاتلست للسلاح هذا يا حلوين طيب في البداية يا حلوين راح نروح لمنطقة EDZ وراح نروح لمنطقة القلش ومنجرد أن نروح لمنطقة هذه راح نلاقي فيه أشياء زي كأنها حقة VIX ولكن مخفية أو مو مخفية يعني باينة صراحة ولكن ما حد كان يدري وش سالفتها وزي ما تشفتوا قدامكم ما فيه أي شي يبين أنه فيه أي شي في المنطقة هذه ولا أي شي يقول لنا نروحوا للمنطقة هذه عشان فيه شي لازم نجيبها فالحين زي ما تشفين قدامكم قبل شوي قاعد أوريكم الأماكن الستة اللي لازم ناخذ منها القطع هذه وطبعا حطوا في بالكم ترى عندنا وقت فلازم نخلص في الوقت اللي إحنا راح يجينا من الأشياء هذه اللي راح ناخذها من الأرض أو حقة VIX أو أي إن كان اللي تبونوا تسمونها ولكن العموم مجرد أنكم تأخذونها من أو تقربون منها على طول راح يقوم يأخذها عندكم 25 ثانية أو 30 ثانية إذا مني غلطان عندكم في هذا الوقت اللي لازم تروحون بسرعة من الأولى للثانية للثالثة للرابعة للخامسة إلين السادسة مجرد أننا نجمع الستة كلها بعد راح نروح نوجه على طول على المكان أو الكهف السري تقريبا يعتبر عشان نقدر نروح نجيب القليف أو أول خطوة عشان نجيب القليف فزيون شوفين الحين أنا قدامكم راح أسرع المقطع وراح أبدأ أجمع القطع الستة كلها زيون شوفين أنا عندي تايمر أو وقت زيون شوفين تحت على اليسار لازم بسرعة أروح أخذ الستة كلهم طبعا مجرد أنكم تأخذون ثانية التايمر يرجع مرة ثانية إلى 25 ثانية إذا مني غلطان فلا تشيلونهم لا تقولون أوه ما عندي غير 25 ثانية أجمع فيها الستة لا لا عندك وقت من الأولى لأن تروح الثانية الوقت يتجدد فكلما تروح عند وحدة جديدة الوقت على طول يقوم يتجدد معاك وراح تقعد يعني بالراحة يمديك تأخذ الستة كلها صراحة معكم معاكم كذاب أو أي شيء من أول مرة أخذت الستة كلهما على طول خلصت بعدها شباب من المنطقة الأخيرة أو من آخر نقطة احنا أخذنا منها اللي هي القطع الساتسة راح نوجه على الكهف السري ما هو كهف سري هو فعليا كهف موجود مسانة جدتي ولكن خلوه كهف سري المرة هذه ولكن العموم راح تشوفوا البقوبة الفيكس الكبير اللي فوق موجودة في السماء راح تروحون تلاقون فتحه في الجدار اللي هي الكهف المفروض السري ولكن على عموم ما هو سري راح أغطتكم بسري ما هو سري ولكن على العموم راح نوجه وندخل جوه الكهف وننزل الين اخر شي تحت وراح نلاقي هاربي غريب انا عارف ما شي غريب راح نلاقي هاربي الهاربي ما هو ضدنا ما هو عدو ما هو ولا شي هاربي خوينه ما ادري عليه تساس فكس خوينه ولكن على العموم اول ما نبدأ الميشن يا حلوين على طول راح ننزل ننزل مع الميشن ونبدأ نمشي مع الطريق اللي انتم راح تشوفونا قدامكم راح اخليكم الحين تمشون مع الطريق الين نوصل عند اول منطقة للميشن هذا الميشن يتقسم ترى لثلاثة قسام ثلاثة انكاونترات يعتبر كأن الدنجون او ريد تقريبا فحطوا في بالكم المعلومات دي عندكم وايبات اذا ويبتوا تعيدون الانكاونتر مرة ثانية كأننا ريد بس ريد مصغر او خلينا نقول دنجون مصغر اذا مدتوا في واحدة من الاماكن راح ترجعون تعيدون الانكاونتر كامل ينقسم الثلاثة انكاونترات وما بين كل انكاونتر وانكاونتر اماكن لازم تنطنطون وتروحون اللي انت وصولون للمنطقة اللي بعدها فالحين راح اخريكم على المقطع هي كلها ثواني وراح ارجع لكم طيب يا حلوين مجرد زي من تشاهدين قدامكم حطينا علم معناها بدأ الانكاونتر الاول ووصلنا للانكاونتر الاول باختصار يا شباب الانكاونتر الاول راح اشرح لكم مياه بالتفصيل شويتين وراح اعريكم اماكن الاماكن كلها اللي رايزم تعرفونها او كيف تحفظونها بالترتيب طيب في البداية اول ما تبدأون ما هيبدأ الانكاونتر اللي اما تبدأون تكتلون شويتين من الاعداء اللي موجودين قدامكم زي ما شايفين قدامكم جاني الريستريكتد زون فمعناها الحين انا لو مت راح اويب وراح ارجع عيد الانكاونتر كامل الانكاونتر هذا ينقسم لثلاثة غرف حطوا المعلومات ببالكم اول ما الجهاز هذا ينور قدامكم على طول راح تطلع هذه الثلاثة علامات على يدكم اليمين بعدها راح تشوفون الترتيب حق العلامات زي ما شايفين الترتيب كان عندي مربع بعدين جوهرة بعدين مربع فانا اللي راح اسويني راح اطلق اوشي على المربع بعدين راح استنى لما ترصب من مرة ثانية العلامات وراح اطلق على الجوهرة بعدين ترصب من المرة الثالثة وراح اطلق على المربع كذا خلصت أنا هي النقطة الأولى الحين في الغرفة الوحدة فيها ثلاثة انقاط هذه النقطة الأولى بعدها النقطة الثانية رح تلاقونها على اليسار قدام شويتين ورا الجدار هذا كذا رح تشوفون العلامات المطلوبة منكم رح تسوون نفس الحركة آخر واحد رح تلاقونها ورا البوابة اللي على اليمين مجرد انكم تشوفون العلامات طبعاً كل مرة ترى العلامات تزيد معاكم ثلاثة بعدين أربع بدلاً خمسة أو ممكن توصل الين ستة ولكن على العموم نجي للغرفة الثانية نفس الموال أول علامات رح تلاقونها رح تكون على يدكم اليسار بعدها رح تلاقونها على اليمين واليمين كده وارا شويتين بعدين آخر مجموعة عندنا رح تكون في نص الماب في النص كده زابنا أول علامتين بس اللي باينة والثلاثة اللي باقين كلهم متوزين تحت العالم تقريباً مجرد أنكم تخلصون رح تتبحون نعامتين مرة كبار وبعد من تدمحون النعامات رح يخلص الينكاونتر الأول ورح نبدأ نوجه على الينكاونتر الثاني شباب بس معلومة بسيطة قبل ما نبدأ نكمل في الموضوع حق الإكزوتك أي موتات غبية ما عليكم منها هذا واحد الثنين اللي رح يسألون عن الريد بإذن الله أنا قلت بس ما بغى أصوره في الكونتست مود لأنه صراحة مرة غثيث وغير أنه غثيث صراحة أنا رح أكون معكم صريح تركيزي ما حيكون وقدر أوريكم كل شي في الريد بإذن الله رح أبدأ أصور الريد وهو على النورمل فباختصار أقدر أشرح واخذ راحت increasing my energy وأنا مرتاح عشان أقدر أشرح لكم أيها بكل وضوح عشان الكل إن شاء الله بإذن الله يفهم الريد والكل إن شاء الله يخلص الريد فعذروني شويتان لو تأخرت عليكم في الريد لأنني قاعد أستِنى congress مودي يخلص وبعدها رح أبدأ أصور الريد ورح أشرح لكم يا كله بإذن الله من البداية لنهاية مع الصندوقين الأكسترا بإذن الله طيب شباب الاحين رح اخليكم مع المقطع لنوصل الى انكاونتر الثاني ورح ارجع لكم طيب شباب مجرد نحن وصلنا لمنطقة هذي معناها وصلنا الى انكاونتر الثاني رح ناخذ العلم ورح نبدأ الانكاونتر الثاني الانكاونتر الثاني باختصار كذا حب اني اقول لكم غامبت فعليا رح تلعبون غامبت حلوين زي ما تشوفين قدامكم على اليسار مطلوب مننا نجمع ثمانية موت او ثمانية داتا فرايجمنت او اي ان كان اللي هي العلامات البنفسجية او الموتات البنفسجية غريبة غريبة ليش خلوها بنفسجية الله اعلم ولكن على العموم مطلوب مننا نجمع ثمانية وعندنا وقت الوقت اذا مني غلطان هو عبارة عن خمسين ثانية فقط يمديكم تعرفون انتم كم جمعتوا اول ما تجمعونها رح ترجون تودعون وتنزلون الغرفة هذي او المنطق هذي اللي انتم رح تتوزون فيها وبعد رح يقوم ينقلكم زي ما شفين رح يصير زي الوايب ميكانيك لازم تكونون زابنين جوه الغرفة هذي اي احد برا الغرفة هذي رح يموت فحطوا المعلومات بباركم لازم تكونون جوه الغرفة بعدها رح تكون في بوابة تحت في الارض رح ترجع تنقلكم تطلعكم فوق مرة ثانية ورح تعجعون تعيدون نفس الموال ثاني مرة رح يطلبون منكم عشرة مو ثمانية اول مرة ثمانية ثاني مرة رح يطلبون منكم عشرة بعدين رح تبدأون تدمجون البوس اللي هو الهايدرا اللي زابن في نص الماب ما ادري عليه تأساس ولكن ليش الزبنة الله اعلم نوب ولكن على المهم رح نبدأ ندمج الهايدرا الين منشيل تقريبا ربع البار حقها بعدها الهايدرا رح ترجع تختفي ورح نرجع نسوي نفس الموال قام بت مرة ثانية اول مرة في الفيز الثاني يعتبر رح يطلبون منكم جمعون عشرة طبعا معلومة بس شباب الداتا فراغمت ما تنزل الا من الناس او الادز اللي ما عندهم روس فمجرد انكم تذبحونهم عشرة بعدين تزبنون في الغرفة بعدين ثاني مرة اثماعش بعدين تزبنون في الغرفة بعدين رح تبدون تدمجون الهايدرا مرة ثانية وهنا اقدر اقولكم يمديكم تذبحونها ما حتزبن مرة ثانية مجرد انكم تذبحونها الاحين رح اقليكم مع المقطع الين ما نوصل عند الانكاونتر الثالث والاخير باذن الله يا شباب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واخذنا العلم كذا معناه وصلنا عند الفيز او الانكاونتر الثالث اللي هو البوس الاخير طبعا اللي يعرف البوس هذا انا اعتبركم من الناس القديمة اللي لعبتوا دستيني لان البوس هذا كان موجود في سترايك ايام زمان في العالم اللي هو ايو ولكننا نعموم نتكلم على البوس البوس في الانكاونتر الاول ايه يتنقعد يتنقل من زاوية لزاوية لزاوية يتنقل على الثلاث زوايا اللي موجودة في الماب زي ما شايفين قدامكم موريتكم الثلاث زوايا كلها ولكننا نعموم راح تدمجون البوس الى ما تخلصون الثلث الاول من البار حقه اول ما يصير اميون وخالص ما يمديكم تدمجونه زي ما شايفين البوس راح يختفي وراح يروح للارضية الثانية طبعا البوس ما كان يسوي الحركة هذه في السترايك او النايت فولا او اي ان كان ولكن هنا قررنا بيسوينا بالحركة هذه نجي للفيز الثاني الفيز الثاني عبارة عنكم راح تقدمون راح يرسبنون العداء راح ترسبن الهايدرا اللي موجودة في النص تبعون تذبحون الهايدرا اللي موجودة في النص وبعدها راح يبدأ الميكانيك حق الانكاونتر الثاني او معلش مو الانكاونتر الثاني حق الفيز الثاني يعتبر راح تروحون لأقصى شي في اليمين او اقصى شي في اليسار وراح تلاقون العلامات الخمسة هذه زي ما تشوفينها بنفس المكان من نسبة لجهة اليسار ونفس الطليقة من نسبة لجهة اليمين بعد راح تبدون تكسرون العلامات حقتكم كاملة وبعدها شيلد البوس راح يفك وراح يمديكم تدمجون البوس وانترد انكم تدمجون البوس يا شباب عندكم 25 ثانية يمديكم تدمجون فيها البوس اذا ما قدرتوا تكتلونه في 25 ثانية او تشيلونه الثلثة الثانية من الهيل حقه عادي راح ترجعون تعدون نفس الموال مرة ثانية وراح يمديكم تدمجون البوس مرة ثانية وثالثة ورابعة خذوا راحتكم مرة لا تستعجلون اول ما البوس يختفي راح ينزل للدور الثالث واللي هو يعتبر اخر فيز خلاص للبوس راح تروحون تدخلون بالبوابة على طول راح نجي للفيزة الثالث الفيزة الثالث عبارة عن دمج وبس عبارة عن فعليا دمجوا البوس اقتلوا خلاص اذا قتلتوا خلصنا على الفخير راح تلاقون القليف موجود قدامكم راح تاخذون القليف وراح اقول لكم مبروك اخذتوا القليف او بالاصح خلصتوا المشن وراح تاخذون القليف مجرد ان احنا نروح للمكان المطلوب مننا نحنا نروح له مجرد ان احنا نخلص القليف يا حلوين او نخلص المشن بكده يا شباب خلصنا فتحنا الميشن لنا صار يمدينا ندخلها متى ما نبغى بالإضافة أنه فتحنا صعوبة اللجند ولكن عشان ناخذ القليف يا شباب لازم نروح للطاولة اللي موجودة في الهلم أو الوار تايبل اللي موجودة في الهلم فراح نوجه للهلم يا حلوين وراح ناخذ القليف من الطاولة الطاولة هي اللي راح تعطينا القليف الإكزوتك الجديد حقنا ولكن بس معلومة شباب القليف عبارة عن قليف يتصنع معا كويست ثاني عشان نقدر نجيب الكتاليست حقه طيب نبدأ في النقطة الأولى أو شيء من الشباب أول ما يجيكم القليف كل اللي مطلوب منكم راح تدخلون على القليف وتسحبون النمط حق القليف عشان تصنعونه ولكن ما يحتاج أنكم تروحون تصنعونه لأنه السلاح أصلا جاهز مصنع لكم فهو جاهز مصنع لكم ما يحتاج أنكم تروحون تصنعونه زي ما أنا كنت دلخ رايحة بأصنعه فدلاخة مني ولكن طلع في نهاية مصنع جاهز أول ما أسحب النمط حق السلاح والريدي هو جاهز بعدها شباب الكويست مطلوب مننا راح نروح لمدينة نسس أو كوكب نسس وراح نروح للمنطقة هذي زي ما نشافينها المنطقة اللي في النص مجرد نحن نروح للمنطقة هذيك راح نبدأ نذبح بالقليف ولكن بس معلومة شباب أنا رحت لللوس سكتر خلوا خلوا في باركم روح أول شي خذوا علم من البوبليك إفنت عشان يكون عندكم فل أمو عشان يكون عندكم أمو كامل باختصار لأنه أنا دخلت وما عندي غير 9 طلقات وبعدين استوعبت أنه ضربة الميلي حقية القليف ما تنحسب لازم أطلق بالقليف عشان أقدر أخلص النسبة المئوية حقتي فلازم تطلقون بالقليف ما تذبحون في ضربة الميلي ضربة الميلي ما حتنحسب معاكم لازم تقتلون بينكم تطلقون بالقليف نفسه مجرد أنكم تخلصون الخطوة هذي يا شباب راح نروح يطلب مننا أنه نركب المود اللي عطونا إياه المود اللي عطونا إياه شباب يتركب في السلاح هذا فقط راح نجي نركب المود اللي عطونا إياه وبكذا راح نكون خلصنا الخطوة الثانية في الكوست اللي عطونا إياه نجي للخطوة الثالثة خطوة الثالثة راح تقول لنا ارجع للطاولة في الهلم وراح انخلصوا الكويست الكويست راح ينقلع خلاص اختفى راح بح طيب ايش الفائدة المفروض في العادة يحلموني ايش اقدر اكمل او ايش اقدر اصوي عشان اجيب الكتاليست ولكن المرة هذي انا استغربت مرة من الحركة هذي انه ما علمونه ولا ورونه ولا شي فباختصار يا شباب انا راح اعلمكم وانا راح اوريكم الشي هذا احنا المودي اللي احنا ركبناه هو عبارة عن ابوابة او عبارة عن مكان لصندوق جو الميشن ولكن عشان تفتحون الصندوق لازم تدخلون على الميشن على صعوبة لجند الميشن موجود في الـ EDZ راح تلاقونها في النص مرسبا فاكروا عليكم راح تروحون تبدأون الميشن وتحطونه على صعوبة اللجند ثم راح تدخلون الميشن وراح تمشون مع المقطع زي ما شايفين قدامكم الان وراح نروح ناخذ الصندوق مجرد نحن نروح عند مكان الميشن او بلا صح اول ما نبدأ زي ما تعرفين اول شي ما نبدأ راح نيجي من تحت معليكم الحركة الغبيرة نقع سويلا انا كنت فهي ما عرف مكان الصندوق فعليا ولكن كل اللي علينا راح نيجي من تحت انا شايف مكان الزر ولكن ما عرف كيف وصله راح نيجي من تحت راح نتزحلق من تحت راح نوصل فوق بعدين راح نطالع عليه بدن اليمين راح نلاقي في بلاتفورم صغير راح نطلع عليه نطلع نكمل فوق زيادة وبعدها راح نيجي هنا ونضغط الزر كذا فتح لنا بوابة ما كانت مفتوحة بلا صح أو ما كان يمديكم تروحون لها الحين فتحونا إياها بعدها راح نكمل طريقنا كأننا رايحين نخلص الميشن وزي ما شايفين البوابة هذي حقية الفكس اللي ما يمدينا نعدي منها هي البوابة اللي كان ما يمديكم أصلاً تشوفونها لأنه أول ما تقربون منها على طول تقوم البوابة تختفي راح تجون عندها راح تصدون بالقليف راح تضغطون الزر اللي يصد بالقليف وراح يمديكم تخترقون البوابة وراح تجون تضغطون الزر اللي هنا وبكذا شباب جبتوا القطعة الأساسية عشان نقدر نجيب الكاتاليست حق السلاح طيب الحين اللي باقي بس مطلوب مننا يا شباب أن نحن نخلص الميشن على لجند طيب معنومة بس بسيطة يا شباب الميشن حق اللجند إذا دخلتوا لحالكم الآدز يموتون أسرع نفس نظام القصة حق الويتش كوين نفس نظام القصة حق اللايت فول كل ما زاد العدد كل ما صارت أصعب حطوا معلومات ببالكم أنا راح بس هتكلم على المنطقة واحدة اللي هو البوس الأخير البوس الأخير يا شباب أول ما تروحون عنده وتنزلون العلم أول شي تبون تسوون يا شباب راح تتقسمون لمنطقتين تبون تروحون لمنطقة كلكم واحدة أي إن كان راح تروحون للمنطقة زي ما شايفين المكان اللي أنا راح تلا وراح يمديكم تزبنون في هذا المكان وتأخذون راحتكم وتدمجون البوس اللي ما ينزل للإنكاونتر أو اللي ينزل للفيز الثاني لما تنزلون للفيز الثاني يا شباب لا تنزلون كلكم شخص واحد بس ينزل أول ما ينزل لا يتحرك ولا حركة وراح يكون حاط ووش أندر البول اللي اسمه وش أندر اللي عليه أنتي بارير فيقدر يضرب البوس من وراء الشيلد حقه مجرد إن الشخص اللي نزل تحت دمج البوس بما فيه الكفاية خاص بقي لها شعرة فاللي راح يسوين وما يخلي البوس يختفي لا الشخص راح يقدم قدام عشان يبدأ الإنكاونتر بعدها راح يسويننا جونينج ألايز وإحنا راح ننزل عنده ونساعده ونخلص الإنكاونتر الثاني أو نسوي الميكانيك حق الإنكاونتر الثاني ونخلصه وندمج البوس شويتين وعلى طول راح يختفي وراح ندخل من البوابة وننزل للمنطقة الثالثة بالنسبة للمنطقة الثالثة يا شباب تابون تجون تزبنون في نفس المكان اللي احنا زبنا فيه لا تطيحون برا العالم زي الدلوخ اللي اسمه محمد اللي هو أنا ولكن لا تسوين الحركة الغبيادة أنا الحمد للاني لقيت أصلا فتحة في الجدار وما مت ولكن لو مت كان ويبت التيم حقي كامل ولكن علمو راح تزبنون في هذا المكان ورا الشلال هذا حق الفكس اللي قاعد يطيح مدري شسالفة هو قاعد يطيح مدري قاعد يطلع مدري زبدة راح تجون ورا هذي المنطقة وراح تبدون تدمجون البوس البوس ما يقدر يدمجكم من هذيك المنطقة راح تخلصون المشن كده بالراحة وانتم مرتاحين من نسبة لمشن اللي جند لانه فعليين ترى غثيث ومره مستفز مجرد انكم تفتحون الصندوق يا حلوين راح يجيكم ريورد بالإضافة راح يجيكم الكاتاليست مجرد انكم تتخذون الكاتاليست كلي عليكم راح تروحون لطاولة صنع الأسلحة وراح يمديكم تركبون الكاتاليست على السلاح يا حلوين وبهنا يا شباب كده راح نكون انهينا المقطع هذا وانهينا شرح القليف السري الاكزوتك اللي هو بالاختصار كده راح نتعذب معاه الأسبوعين الجاية أو الثلاثة سبع أويا كم مني مفتكر كم أسبوع راح ياخذ مننا ولكن باقي كاتاليستين عشان نفتحها للسلاح طيب شباب هنا وظلنا نهاية المقطع آخر شي حاب نقول لكم شباب لا تنسوا أنكم تشتركوا في القناة اذا ما انتم مشتركين وزر اللايك يا حلوين ونشوفكم بإذن الله في المقاطع الجاية السلام عليكم